ما بين المتظاهرين وقوى الجيش والأمن وكأنه يعيش في عراق آخر هكذا ظهر رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في كلمته التي خرج بها متحدثا عن فريق واحد الأجهزة الحكومية والمتظاهرون وليس فريقين متخاصمين نسي برهم صالح أو ربما تناسى في هذه اللحظات المجزرة التي ارتكبتها قوات سوات والميليشيات في كربلاء أو أعداد الشهداء والجرح المتصاعدة كل يوم في بغداد وبقية المحافظات منذ اطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول معكم بسلميتكم وضد أي قمع واعتداء أخاطبكم وفي الوقت نفسه أخاطب الأجهزة الأمنية وهم إخوانكم هم أنتم وأنتم هم عن السيادة والوحدة والأخوة الوطنية تحدث رئيس الجمهورية الحالي الآتي هو نفسه عبر تفاهم أمريكي إيراني بينما الشوارع في بغداد تهتف بسقوط الأحزاب السياسية الموالية لإيران وانعطاق بلاد الرافدين من السطوة والنفوذ الإيراني ورغم اعترافه بأن صوت الشعب أعلى من أي صوت اكتفى برهم صالح بالإشادة بما سماه الجهود المضاعفة والاستثنائية لبرلمان والحكومة بإحالة ملفات فساد كبرى للقضاء وإقرار قانون انتخابات جديد وكأنه لم يقرأ بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تتجاوز العشرين بالمئة كما أنه لم يسمع صيحات المتظاهرين المطالبة بإزاحة كل الطبقة السياسية التي فقدوا الثقة بها في كلمة برهم صالح بدى الحديث في اتجاه واحد وكأن مشكلة العراق تكمن بفشل الحكومة الحالية وضرورة استقالة رئيسها وليس في ستة عشر سنة انقضاها العراقيون يعينون فساد الطبقة السياسية وأحزابها التي كان جل اهتمامها منصبا على كيفية رفع أرصدتهم في بنوك الخارج بينما كانت ترتفع نسبة الفقر والبطالة والأمراض بشكل مضطرد لتنهش من أساد وقوت العراقيين مجموعة الأزمات الدولية وفي هذا الخصوص أشارت إلى أن استقالة أو إقالة رئيس الحكومة الحالي عاد العبد المهدي سينظر إليها كنقطة تحول من قبل المتظاهرين إلا أنها ستكون البداية وليس النهاية لإسقاط كوتل سياسية تسعى حاليا لإيجاد رئيس للوزراء في برلمان منقسم يتبادل أعضاؤه أنفسهم الاتهامات بالولاء لإيران أو الولايات المتحدة هي لحظة عطاق ما يجري في العراق حاليا فيما يبدو أنه آن للعراقيين أن يقولوا كلمتهم